عبدالله رشدي في فيديو جديد ينهى عن التعصب ويخطئ ابو حنيفة ويتحدث كلام مهم جدا نتمنى ان احنا نخشو هو ده موضوع حقيقة النهاردة موسيقى السيدة المشاهدين اهلا بكم طبعا انا اعمل اشتراك في قناة عبدالله رشدي مش بتاع باحة باستمرار بس احيانا بيجي له في الاشعارات فبحب اتابع يعني بيقول ايه فلقيته في فيديو جايب احد شيوخ الملكية القدامة في الانصار الشريف اه وكان توفى وبيتكلم ازاي ان هو بينهى متابعية عن التعصب للمذاهب اه او المذهب معين وان هو لو خالف الكلام المذهب النص كما يقول فانه بيقدم النص على الايه المذهب نشوف كده كلام الشيخ عبدالله رشدي ونحاول نشتبت معا الله يرحمه الشيخ احمد طهريان من علماء الملكية الكبار كان رجلا يعني من الملازمين للسنة وفي نفس الوقت الرجل يعني لا يمتري في ازهريات اثنان ولا في علمه ولا في ملكياته وهو شيخ الملكية في الجمع الازهر وعدو هيئة كبار علماء رحمه الله تعالى فالشيخ بيذكر طرفة تعالوا شوف هنستفيد منها يقولك الجماعة يعني اخوانا الاحناف في بلادي ما وراء النهر عندهم تعصب شويتين وبيذكر نموذج لهذا التعصب وكيف ان الشيخ عالجه ركز في التعصب اللي الشيخ طلحه وركز مولانا هيعالجه ازاي واسكده خلي بالك كطالب علم بتاعك النهره بتاع المشيخ اللي هم ايه بينفخوا النار فيك على المخالف تعالوا شوف بقى الشيخ عملية انتو غدين بالكم من الحتة دي الشيخ بيقول ان هو قال ان كلام ابو حنيفة في حديث يخالفه وهنا دي عندنا اشكالية كبيرة جداً بعض الناس لما تقولوا هذا الامام كلامه هنا مخالف للنص يقوموا يتحطوا لك ازاي تتاهم اللي مش عارف ايه املك زوبعة كده ويسخن وبقاعد زي البتاع عمالية نبطة مش فهم حاجة يا حبيبي وحد فهمك وانت بتطلب العلم ان الاما دول معصومين حد فهمك ان المجتهد زي الشافئي وابو حنيفة ومالك وسوفينه الناس دي معصومون يعني كل كلاهم صح ما بيغلطوش الاسمة دي عند الشيع عند امتهم احنا امتنا مش معصومين احنا امتنا اسمهم ايه مجتهدين وعندنا القاعدة ان المجتهد ايه يصيب ويختي اذا اصاب في الحديث فله اجران وان اخطأ فله اجر يبال الامام اللي هو المجتهد ده عقليا ومنطقيا يجوز الخطأ وعليه ايه يجوز ويقع منه الخطأ ايه يقع الخطأ وإلا لما خالفه غيره من الائمة وإلا لما كانش في عندي اتباع لبو حنيفة بيرد عليهم اتباع احمد لو كله صح والمجتهد ده معصوم ما كانش ما في عندي بعيدة مجتهدين كانوا كلهم مذهب واحد لكن تنوع هذه المذهب ليه يتنوع الادلة ايه معنى تنوع الادلة ان هذا باجتهاده وصل الى ان الحق في هذه المسألة كذا وهذا خلف وقلب الاخطأة والحق في هذه المسألة كذا يبقى لما تسمع ان احد يقول والله كلام الامام مفيدنه هنا خطأ او يعني هذه من اخطائه الاجتهادية او يعني الصواب ليس في كلامه وكلامه ليس راجحا هو مش بيقول ده على اساس ان هو مجتهد راسه براسه لما يدعي الاجتهاده ما نخشف في الدعايه الاجتهاد لكن الكلام اللي بيقوله ده هو فيه تبعوا لي ائمة الاخرين فهموا الفهم ده يفهموا ما في هذه المسألة ان هذا الامام خلف النص في واحد اثنين ثلاثة اربعة فالراجل ارى كلامهم واقتنع به فبيقول زيهم فانت ما تجيش تقول له انت ازاي تتكلم كده على الامة ما تبقاش مقلد عبيض طب يعني هو مجتهد يا مولانا ما نقولت لكم مش مجتهد ان قال لك والله انا قلت الكلام ده دون انه راجع كتبه ودون ان ارجع الى اقوالي اامة بل انا مجتهد في هذا العصر وهذا اجتهادي ولم انظر في كتبه ولا اقوالي اهل العلم لما اقول له كده اقول له طبعا انا شكر انت راجل ما احنا شقدك بقى وانت راجل كبير وايه اروح اتفاي خربة لوحدك واقرر العبد بتاعك اللي انت بتعمله ده لكن خلي بالك المقلدون درجات ما احنا كده كلنا مقلدين حتى الشيخ مقلد لكن هل انا علمي في الفقهي وانا مقلد كعلم الشيخ لا هل ادراكي لكلام الايماتي ومحل الاختلاثي والاتفاق كا ادراك الشيخ لا فرق من السمو والارض انا بالنسبة للمقلدين هما ايه في قولة عداد وفي قولة سنوي واليالة اللي طلعة صغيرة اكيد انا يعني ادرك امور اكثر منهم وهكده طب العمي اللي ماشي في الشارع مقلد ما عرفش حاجة خالص ولا امره دخل الازهر ده وبيسأني بالتليفون وده مقلد زي زيه بس فرقهم في الالم بيني وضينا طب النووي مقلد زي زيه بس النووي اسمه ايه شيخ مذهب او مكتهد مذهب مش مكتهد مطلق خلي بالك مفيش واسطة بينهم يا مكتهد يا مقلد ده فالنووي محطوط فين؟ في زمرة المقلدين لانه مش مكتهد مطلق لا اسم مكتهد مذهب مثلا وفي مكتهد فتيا وهكذا طب النووي ولا الخطيب الشربيني لاثنين مقلدين بس لبالكم الكلام كله على منفهمة وواعية اما من لم يفهم ولم يعي فلا اشكال عريق فيه وخلي بالكم انا لا انادي بترك المذاهب بل انا من اشد الناس استمساكا بها لكن انادي انه اذا مس الحق قلبك في مسألة في غير مذهبك فاخذ بها ولا تكن متعصبة يبا خلي بالكم الترطة هنا في الفيديو ده ايه ان انا بقولك لا تكن متعصبة مش بقولك لا تكن متمذهبة واضحة عشان ما يطلعش واحد سغنطوت مش فاهم حاجة ولك الشيخ عبدالله يدعو الى نبذ المذاهب وتركها والاخذ من الكتاب والسنة استقلالا لا يا حبيب الشيخ عبدالله لا يدعو الى هذا ويرى هذا باطل ويرى ان طلب الالم انما يكون بالمذهبية لكنه يخبرك انه اذا مس الحق قلبك في مسألة بدليلها فالله سيسألك عن ذلك فالزم الحق وان خالف ذلك قول امامك بشرط ان يكون قد سبقك الى هذا القول ائمة اخرون عشان ما تطلعش ان تلاحظ كده ايه نشاز في الامة يعني مش نقصين نشاز نعايزين انضباط طيب دلوقتي هو السؤال اذا كان هو المنظر بهذا الشكل وانه هما مخطئين المنصر عبدالماهي او معنى صح حكم عليب السجن يعني خمس سنوات ليه كل الموضوع انه هو كان كاتب كتاب اسمه اضلال الامة بفقه الائمة وجاب المصادر والمراجع اراء الفقهاء اللي لا يمكن لا يقبلها عقل ولا يقبلها منطق ولا يقبلها دين هو ده اللي قاله المنصر عبدالماهي هو كل موضوع اللي قالك ما ينفعش تقول لي ان الحملة اربع سنين او خمس سنين وعايز ان انا اسمع كلام المذهب زي ما قال علي جمعة او بعض المشيخ الاخرين او نحن نتكلم عن نكاح الوداع للميتها او نتكلم عن ارضاع الكبير بالتقام السادي او نتكلم عن يعني منبادة اللي دينه فقتلوه او حتى نتكلم عن لاقتل المصر بكافر بس هو برضو الشيخ عبدالله كان عن حاجة غريبة جدا بقول لي ان احنا مقالدين ولكن المقالدين درجات في عوامل المقالدين اللي هو قصده احنا يعني وخواص المقالدين بس مش من حق انا اجتهد ولا اجتهد مطلق وقال لك دي في حاجة اسمها اجتهد مذهب يعني اجتهد من جول مذهب بتاعه يعني ايه بيعدل في بعض قرائل ايه المذهب بتاعه بتاع مالك مثلا او كلام منده او يعدل في مذهب اه الشفعي وهو قال ان هو شفعي يعني في طياط الكلام الفيديو بتاعه ان هو قلب انتمل مذهب الشفعي طبا الشفعي قال لك ان يجوز للرجل ان يتزوج ابنته من الزنا لان هذا الماء مش عارف ماء حرام ولا كلام بنته فلا يعتبر يعني دي عادي اكيدنا مش بنته ولا حاجة ربنا بنته بس هو جاية عن طريق الزنا يعني هو كمان زنا وخلف بنتي غير شراعية وكمان يتجوزها يعني حاجة قريبة كنت تاني يعني فانا قصدي اشياء في الموضوع ليه ما نجتهدش ليه لبقوا مقلدين ليه شيوخ كان لهم زمن النقطة التانية هو بيتكلم عن مخالفة النص من وجهة نظه الشخصية اللي هو الحديث ربنا هو يعرف انها ظنية وانه خلاف الفقهاء كان على اعتبار ان ده مش يواخد بالحديث ده وكان على فكرة ابو حنيفة من اقل الفقهاء اعتمادا على الرواية وكان بيحكم عقله وخبرته في الحياة ويفتي على اساسه ولذلك يقال في بعض القراء انه لم يقبل الا 17 حديث ولذلك من جاء بعده هو اولهم طبعا هو قال له اول فقهاء من 80 هجريا 150 هجريا بعد كده جاء مالك من 90 او 90 لغاية 60 فنقص دي هو كان اولهم اللجوم بعدي كثير من التابعين وتابع التابعين يعني فسقوه فسقوه وكفروه ليه لان هم كان بيرفض بيعتبره زينا كده بيرفض السنة هم كان بيتهموا ابو حنيفة انه بيرفض السنة ليه لان هو الرواية مش بيقبلها مع العلم انه زي ما قلتم لكده ان البخاري رفض رواية لمسلم ومسلم رفض رواية للبخاري وكل واحد شايف ان ده اللي هو التابع اللي روا ولا تابع التابع اللي روا ولا اين كان حد في السلسلة روا الحديث هو من وجهة نظر البخاري انه هو عدل تم الضبط مش عارف وكلمين ده وعند مسلم ليس كذلك وانه كذاب وانه مفتري يعني فهما كان خلافهم لما هو يقولك انه هو اتفقه بألف ومش عارفوا خمسوية حديث معنى كده ان هو السبع تلاف تلطبايا خمسة وعشرين حديث اللي هو قالهم البخاري اه تسعين فيما منهم رفضوا مسلم هما لما يتفقوا في الف وخمسمائة معنى كده رفضوا ستلاف حديث معنى كده ان مسلم رفض للبخاري ستلاف حديث او خمس تلاف وكسوري يعني ايه كان اطرح اطرح ده من ده اطرح المتفق عليه من حديث البخاري وكذلك مسلم اللي عمل له اربع تلاف مش عارفوا خمسوية حديث ولا خمس من ده والبخاري ما قبلش منهم اللي 1500 برضو يبقى رفض للمسلم تلتات حديث ليه لان الراوي ده عند الامام مسلم عدل وكويس وزي الفل وعند البخاري مجرح عند ده عدل السموع من الجرح والتعديل التعديل يعني عدل الرجل ده كويس وزي الفل وعند البخاري مش كده وكذلك الائمة اللي هم عملوا المرويات دي اختلفوا ليه وما اخدوش كل احديث البخاري وما اخدوش كل احديث مسلمي لان العدل هنا مش عدل هنا واللي ضبط هنا مش ضبط هنا واللي كذاب هنا مش كذاب هنا ودينك هتمشي كده فكنت مش كده ابو حنيفة انه هو ما بيخدش بالايه بالحديث كتير جدا وبعدين انا برضو يعني انت مثلا عن سبيل المسائل يعني لما نتكلم ان الحامل اربع سنين هنا وثلاث سنين هنا وخمس سنين هنا فانت بتقولها مفعش اكتهد ومش هاخد رأي ابو حنيفة اللي هو مثلا ثلاث سنين وحاخد برأي مالك لاربع سنين او العكس او حناخد برأي الشافعي اللي هو اه اللي يقتل مسلم بكافر ويختلف بعض دية فمدوص دية ولا تلتة ربع دية ولا ربع دية انما المسيح يقتل اه يعني المسلم يقتل المسيح ما حصلوش حاجة اه ما منفعش يتقتل مسلم بكافر على فكرة حديثة ماخدش بيه اه ابو حنيف والزاك عنده ان هو ايه اه يقتل بالا يقتل مسلم بالكافر او لو لو حتى اهل كتاب او ما شبه زاك فانا جاي معها كل الابو عبد وماهر اضلان الامة بفقر الامة وجاب كثير من قراء الفقهاء اللي لا يقبلها حقه ولا منطق ولا حاجة ولا يعني ولا يقبلها اه دين ولا يقبلها اي انسانية وهم مصممين ان هو ما اجتهدش وان هو ايه اه مقلد ولكن المقلدين ايه درجات وبعدين اه الشيخ عبدالله عرشديد كان طلع في قناة العربية في برنامج مهم كده مش فاجت ناس ما ايه يا ربي نقطة نقاش او حاجة زي كده يعني والكلام يعني زي الفل قالت وطبق جواز 18 سنة ونجاح الرديل يقول لك لا القوانين تطبق طبعا انت لو سألته هيقول لك لا ما انا هاخد بحديث اسمع واطيع ولو امر عليكم عبد الحباشيك انا بصور زبيبك اسمع واطيع ولو جلد ظهرك واخذ مالك طيب مهي ماشي لو حال اخب المرويات دي واسمع واطيع للامام او الامام المتغلب او خلاص ما انتهينا من المقلدين تحت تبقى تسمع للقوانين منتهينا يبقى القوانين اللي بتصنعها الدولة هي تعتبر اه ولي الامر ايا كان بقى اه ما في النهاية بيعملها البرلمان بيعملها كذا بيعملها اهل الحل والعاقل بيعملها ايا كان ما بيعملها في النهاية هو بيصدق القانون يعني فخلاص يوقط上 طريق امر ما نسمع القوانين وخاليص نتبه لاش دوشة بقى متبه لاش دوشة تقول القوانين وضعية وطنفيق الشعال الاسلامية ومش عارف سلشرة ربنا ما ومتختلف مكان لمكان وزمان لزمان كان مخلص ومتبقوا منتهت. المطبق جابلنا الفقه القديم ليه؟ اللي هو بيخالف يعني من نظرك الشخصية ان هذا الكلام الحديث يخالف النصوص القديم. وان يا جوز دي راحة رضيحة. ما دام التطيق. هننسى الفيديوهات ما بتنساش. ما دام التطيق دي يعني مكلبزة يعني فانا قصدي هذا الكلام قاله الفقهار. وكرروا المقلدون. اللي هو بيكلم عنه عبدالله رشدي ان احنا مقلدي. وقال لك المقلدين درجات. وقال لك النوع مقلد. وقال لك النوع ايه مقلد. ما يقولي ده يا جماعة. يعني انا تاني هبقى استرجع. آآ الكلام اللي قاله آآ السيدة بن عبدالله عبدالماهي. الكلام كثير جدا. يعني لا يقبله عقله. واثر جدل واثر استياء الناس. ومش عايز نقول الناس كفرت ونسأل حادث بسبب مثل هذه المرويات. لان اخرين مصممين على التقليد ومصممين على اتباع مثل هذه الاراء اللي يرفضها آآ ترفضها الانسانية ورفضها العقل ورفضها المنطق ورفضها تكل شيء. زي ما قلنا لا يقتل المسلم بكافر. ومشتل ان يقاطل الناس حتى تشهدوا ان لا اله لله وانا محمد رسول الله. لان قالوا عصم من دماغهم. او ان الرسول سحر اللي رفضوا مين? رفضوا آآ شيكريمة نفسه. وطلع هو انتقده ازاي ينطق ازاي يمكن حديث موجود في البخاري. مع العلم اللي اللي عمل الحديث سموها ظنيت السبوت. ان نثبتها ان هو مشكوكم فيها. ان احتمال ان الرسول قال كزا. مشانا اللي بقول ان هو احتمال او هما اللي اطلقوا عليها ظنيت السبوت. ولما شيخ شلتوت قال لك بيبتهم لبتوا شيخ الازهر. وسألتهم يا جماعة طب ايه الحديث المتواتر? والحديث المتواتر على فكرة من مثال القرآن. يعني حديث المتواتر لما سألت الدكتور محمد السميل عوى مرة. وقلت له هل الحديث المتواتر يرتقي الى درجة القرآن. ان هو يفيد اليقين اللي هو قطع السبوت. قالي لا غالبة الظن. ما عايز يعني يخل القرآن في المرتبة اللي هو اليقين. اللي هو قطع السبوت. وعندك المرويات الكتير كده اللي بتتوارة في البخير مشلم مع كل دول ظنيت السبوت. طب المتواتر فقال لك غالبة الظن. يعني ما وصلوش لدرجة اليقين اللي هو قطع السو disposable ايه القرآن. ده الدكتور محمد السميل عوى اللي هو يعني ايه علم شريعة وله كتب كثيرة في هذا الموضوع وكان نائب ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اللي كان رئيسه قارضا وفي وقت النواد فشات الموضوع ان هو لما الشيخ الشتوت قال في كتابه الاسلام عقيدة والشريعة ان انا جبت الشيوخ وسألتهم عن الحديث المتواتر اللي هو يفيد غالبة الزن مش مجرد الزن بتاع البخير قال الك لم نتتفق على حديث انما الاعمال بالنيات اللي هو اهم حديث في الاربعين النوية كالل ميقل عنه ولا كل مناوه فمن كانت نيته اهلا لا الله حرسوله فنيته الى الله ورسوله من كانت نيته الى الاربعين النكحها one هج 연�ßerىนนى الزن اخراحاديث موجودة في الاربعين النوية لا اقولها قاللك ولم نتتفق الا بعد حديث واحد اللي هو mine كذب علي عمدا متعامدا فلليتبوأ مقعده من النار الي هو بي أحذر الناس ان هو يروع عنه كذبط او ينقلوا عنه كذبا قالك ما اتفقناش للحديث ده واحد واحد بس اللي هو متواتر وجبنا مين الشيخ الشيخ الاظهر وجايب مين الشيخ الاظهر يا جماعة اتفاقلنا على الاحديث المتواترة عشان نعدهم كده ونحطهم في حاجة لوحدهم المكلام من ده ولذلك لما طرح الامير محمد بن سلم من عدة سنوات وقال لك انا سنبتوني نقاحوا الاحديث وحنطلعوا ميت احديث هما دول اللي هما يعتمدوا ما حدش اتكلم امير محمد بن سلمان لما قالك هننقح الاحديث وحنجيب لجنة واتنقل الاحديث اللي هي تقبل وتعرض ما هو اي احديث بيدعو الى الخير بيدعو الى بير الوالدين بيدعو الى حقوق الجار بيدعو الى اضطرحه مع الناس الى الاخوة الى التكافل الى ايصار ما اكيد او الى العدل او الى الرحمة ما اكيد اي احديث من هذه الاحديث لا من انه يقبل واخذ به لانه حتى بيسموها فضاء الاعمال لو اقولك حتى الحديث الموضوع يعني زي نظفه من الامان من قلت ان هو حديث ضعيف في الحلقة اللي فاتت بس هو مش يتاخد به ما هو فضاء الاعمال نظفه من الامان ما هو الشخص النظيف والكويس واللي يحافظ على مظهره وريحته ويستحمى ونظيف يعني بشكل او باخر ما اكيد ده شيء كويس يعني لو قالوا من الامان وحتى حديث ضعيف فمش مشكلة شغال يعني فاي حاجة فضاء الاعمال لا منع انها ايه اه تقبل لان هما على فكرة لما فتحوا البردان وقعت في ايديهم حكم الفلاسفة السابقين اذا كان بقى حتى زردشت اذا كان بوزة اذا كان فلانا علانا حكماء الارض حكماء الارض مع التأمل ومع التفكير ومع خبرة الحياة سعب يطلعوا بحكم حكم تصلح انها تكون حكم للحياة في التعامل مع الناس وفي فهم نفسهم وفي فهم عقلياتهم وازاي التعامل معهم برفقة او بلين او بكذا او بكذا وصلوا الحكم كتير جدا انت ايه فر على اليوتيوب كده واسمع قوال الفلاسفة وحكم الفلاسفة حتلاقي حكم كلها طلع من خبرة سنين ومن حكمة حقيقية بعلم النفس او العلم النفس الانساني يعني فالحكم دي لو تحطت وكانوا بقى بياخدوها لما يلاقوا حاجات دي مكتوبة ساعات ينسيبها لنبوه وحتى لما كانوا بيجيبوا الكذبين يقولونك ايه ما نكذب علي عاملها متعبنا فالياتوا بقى حضره ونقولوا نحن لنكذبه علي نحن نكذبه له 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 ليه لانه نجيب حاجة كويسة ومنسيبها للنبي فاحنا بنكذب عشان لصالحه مش ضده يعني ايه من وجهة نظرهم اه في هذه البروات وان كانوا هم كمان بيقولوا ايه كانوا بيقولوا حاجات في فضل الصلاة كتير وفضل تسبحات كتير ودي احيانا بيكون ضرر مش نافع قوي لان هو الناس لما تنشغل بصغائر الامور عايس ان هي الدين دي وبتعطلهم عن العمل والحياة الحقيقية والانجاز اه في الحياة ما متكونش مفيدة ولكن زي ما قلنا لو حكمة انسانية اه فما فيش مشكلة فانقصدي لو مرويات بتدعو للتراحم انما لو حاجة بتدعو للتعصب بتدعو للقاتل بتدعو الى اه تقطع الناس وارجورهم وايديهم واش عالف واسم لأعيونهم زي الحديث زي ما قلنا بتدعو ريين اللي تكرر اربعتاشر مرة في البخاري فحاجة يعني باقسة جدا ان احنا ننسب هذا الكلام للنبوة وانه صر ان هو اه منسوب للنبوة ونجعل الناس تهرب من الدين افواجها فده كان تعليقي بس على الفيديو الاخير واذا كان هو فاعل بينها عدتعصب فهذا شيء جميل ورائع وان الايمة مخطئين يبقى ترجعوا بقى تعتزوا لعبد المهر اللي اظهر رفع ليه قضية ومن الحرز كان كتاب اضلال امة لفقه الايمة وهذا مضوح حقيقة النهاردة لو اعجبك الفيديو اشترك قناة مش مشترك واشترك الفيديو عشانا ساعد اجبال الناس شكرا جزيلا من كمية في حلقات لاحق موسيقى